بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه وسلم عدنا إليكم أعزائي الطلاب في درس جديد جدا رائع جدا ممتع ألا وهو كواجف الجسيمات ضديد المادة الجسيمات النموذج المعياري معكم الأستاذة العنود الهملان كان عندنا مهمة آدائية السؤال ما الهدف من استخدام المسارعات الخطية أحسنتم رائعين إذن كان الهدف لمسارعة البروتونات وكذلك الإلكترونات لماذا لا نستخدمها في النيترونات رائعين جدا أحسنتم إذن لأن النيترون جسم متعادل تعلمنا سابقا وحدات بناء المادة قلنا أن المادة تنقسم إلى قسمين عندنا المسارع الخطي هو السينكرترون وكذلك كواجف الجسيمات الأهداف التي سوف نسعى إلى تحقيقها في هذا الدرس بإذن الله تعالى واحد تبين طراق الكشف عن الإشعاع اثنين تصف النموذج المعياري للمدة وتفسر دور حاملات القوة الأهداف أو المفردات الكواركات والليبتونات النموذج المعياري حاملات القوة في البداية في البداية عندما تنتج الجسيمات لابد من الكشف عن نتائج التصادم إذن هناك جسيمات في هذا الكون لا نعلمها العديد منها إذن لابد أن أكشفها كيف أكشفها؟ إذن لابد أن أحدث تصادم فيما بينها التصادم هذه تحتاج إلى ماذا؟ أي تصادم؟ أكيدنا راح يكون فيه تفاعل ممتاز التفاعل لا بد أن يكون مع مادة معينة بطريقة معينة بحيث نستطيع الإحساس بها بحواسنا المحدودة فمثلا أي تصادم إذن تستطيع الحواس الإدراك بهذا التصادم كذلك الجسيمات لا بد من معرفة كيف تنتج وكيف توجد في الطبيعة إذن لا بد من حدوثها من تصادمات حتى نعرف ونشعر بها عندنا هنا فيه طرائق عديدة للكشف عن هذا الإشعاء الذي يحدث بعد التصادم فتعمل على مبدأ الاستفادة من حقيقة أن التصادم الذرات مع الجسيمات ذات سرعة عالية تعمل على تحرير الإلكترونات من الذرات فهنا عندنا مثلا مصدر جسيمات هذا المصدر الجسيمات له ثلاثة طرق للكشف عن وجود الإشعاع ووجود هذه الجسيمات ما هي هذه الطرق؟ إما بتألق الفوتون أو عن طريق التأيين أو عن طريق فيلم الكاشف نبدأ ناخذ واحد واحد منها ونشرحها على حد نسوا عندنا الفيلم الكاشف الفيلم الكاشف تذكرون اليورانيوم أول ما اصطدم فيه مادة مشاعة وبالتالي أصبح جسيمات وبالتالي يكون صفيحة ضبابية فوتوغرافية هذه الصفيحة الفوتوغرافية أتت على شكل ضباب إذن هذا الفيلم الكاشف استطعنا من خلاله الكشف عن وجود جسيمات طيب نجي للثاني التأيين كيف يكون التأيين؟ طبعا التأيين بواسطة أجهزة الأجهزة هذه تعمل على تصادم الذرات مع بعضها البعض وخاصة مع جسيمات وتكون هذه الجسيمات سرعتها عالية جدا مثل مين؟ مثل عندنا الألفة مثل عندنا الإلكترونات البروتونات كلها تعمل على تصادمها إذا تصادمت معاها عملت على تأيينها إذا تأيينت هذه الجسيمات عملت على تحرير هذه الإلكترونات إذن في هذه الحالة وفي هذه الأثناء أعرف أن التأيين وضح لي وجود ذرات أو وجود جسيمات نبغى نشوف ما معنى التألق الفوتون اللي هي الفقرة الثالثة تألق الفوتون أي أن الفوتون يبدأ يتألق أي يلمع وبالتالي مع بعض المواد التي تبع فوتونات عندها تعرضها الأنواع معينة من الإشعاع مثل عندك مادة فلورية هذه المادة الفلورية لما تناظر فيها نتيجة التصادم بالتالي حدث هناك نقاط أو مناطق بدأت تتألق أي بدأت تلمع أي معناها أن هناك جسيمات موجودة بداخلها خلاص يا ثالث رائعين جدا ممتاز إذن هنا سوف نستخدم أول جهاز هذا الجهاز يكشف عن الإشعاعات ما هو هذا الجهاز الذي أمامك هو عبارة عن عداد قايقر وهذا العالم اللي اكتشفه طيب عداد قايقر ما وضيفته وكيف يستخدم ومما يتكون أول شيء يستخدم عداد قايقر للكشف عن الإشعاعات النووية والجسيمات عن طريق أحسنتم عن طريق التأيون إذن اللي هو الطريقة الثانية الذرات الموجودة في استوانة العداد بواسطة الأجسام المشحونة أو أشعة الجامع بمعنى الحين هذا التركيب اللي هو العداد القايقر هذا تركيبه هذا هو تركيب عداد القايقر يتكون عندنا من استوانة الاستوانة هذه تكون من نحاس بداخلها فراغات وأيضا يكون أحد القطبين متصل بالسلك والآخر يكون عبارة عن شبكة تكون شحنتها موجبة طيب السلك هذا طبعا شحنته سالبة وهنا الشبكة هذه شحنتها موجبة تدخل فيها مين؟ أحسنتم يدخل فيها الذرات اللي نبغى نأينها من يوجد بداخل الأنبوب؟ رائعين يوجد غاز نتيجة للتصادم ذرات مع ذرات الغاز الجسيمات اللي أنا أدخلتها مع ذرات الغاز راح تحدث تصادم وأثناء التصادم راح يحدث هنا فرق القطبية بينهم إذن راح تنطلق هذه الجسيمات إلى الأقطاب إذن طلقت إلى الأقطاب تكون عندنا سيل من الجسيمات وبالتالي نكشف عن وجود الإلكترولات أو وجود أن الذرات تأينت لماذا؟ لأن حدث هنا نبضة تغير المؤشر بدأ ينبض إذن المؤشر الموجود هنا يعلمنا أن بداخل هذه الإسطوانة الآن حدث ذرات تأين هذا منه هذا عداد جايقر إذن هنا يحتوي أنبوب عداد جايقر على إسطوانة النحاسية هذه شحنتها سالبة يوضع في مركز هذه الإسطوانة سلك موجب الشحنة وعند تطبيق فرق جهد يدخل جسيم مشحون أو حتى أشعة الجامة إلى الأنبوب فيؤين ذرات الغاز بين إسطوانة النحاس والسلك وحركة الجسيمات باتجاه الأقطاب تولد سيلا الأنبوب وهذا ما ذكرنا إذن وضح بإيجاز مبدأ عمل عداد جايقر أعطني كلمتين باختصار أحسنت رائع عزيز الطالب إذن يعمل عداد جايقر على تأيين هذه الغازات الموجودة وين ممتاز بداخل الأنبوب جايقر ممتاز طيب نجي للكاشف الثاني من هو الكاشف الثاني الكاشف الثاني عندنا المقصود فيها هي عبارة عن حجرة هذه الحجرة تكون مشبعة ببخار الماء تخيل أنت داخل حجرة وهذه الحجرة كلها بخار الماء أو بخار الإثانول إذن إذا اتقلت الجسيمات المشعونة إذا ادخلت هذه الحجرة تترك أثرا من الأيونات في مسارها إذن هنا رح تترك ماذا؟ تترك أثر عشان كذا أعرف أن المادة الآن تأينت وبعدين يتكاثف البخار إذا تكاثف البخار هي أساسا الغرفة كلها بخار ماء وعندما تدخل هذه الجسيمات وتترك أثر تتكاثف هذه البخار على شكل قطرات صغيرة هذه القطرات الصغيرة هي من؟ هي الأيونات أحسنتم وهذه طبعا من أشهر مسارات التكاثف وهو غيمة ويلسون من اكتشفها؟ اكتشفها العالم ويلسون لذلك سميت بغيمة ويلسون لأنها كلها بخار الماء وهذا نموذج من مسارات التكاثف طيب نبغى نشوف مسارات التكاثف مرئية من قطرات أو الضباب يتكون أول شيء الكاشف ومسمى بحجرة الفقاعات عندنا أيضا غير غيمة ويلسون عندنا حجرة الفقاعات من اسمها حجرة الفقاعات كيف؟ أن هذه الجسيمات سوف تعبر سائل هذا السائل درجة حرارة مو غليان لا فوق الغليان إذن أعلى من درجة الغليان إذن يكون عندنا فقاعات والجسيمات تمر من خلالها طيب إذا مرت الجسيمات من خلالها وبالتالي تبدأ تتأين هذه الدرة أو هذه الجسيمات على شكل أيونات يصبح عداد قائقر عملاق وتفصل الصفائح الكبيرة بواسطة فجوة صغيرة ممنوئة بالغاز بضغط منخفض إذن راح تمر على ضغط منخفض حتى تبدأ تتكتب وبالتالي من اللي يكشف عنها؟ أحسنتم الذي يكشف عنها هو الحاسوب عن طريق التفريق ويسجل موقعه والتحليل التالي أيضا عندنا يقدر يقيس طاقة الجسيمات كيف يقيسها؟ باستخدام ماذا؟ ممتاز إذن باستخدام الكاشف التصادمي في مختبر فيرمي تذكرون مختبر فيرمي وين أخذنا؟ ممتاز رائعين أخذنا في السينكرترون اللي قلنا أن مختبر فيرمي قريب من عند شيكاغو إذن هنا عندنا مختبر فيرمي أيضا عنده كاشف هذا الكاشف يكشف التصادمات وقد صمم لرصد ربع مليون تصادم للجسيمات في الثانية الواحدة تخيلوا ثانية وحدة يكون فيها ربع مليون من التصادمات لماذا؟ حتى يكون لنا صورة في الحاسوب صورة حاسوبية وبذلك خلصنا من خلصنا من كاشف الجسيمات أخذنا فيها عداد قايقر وأخذنا فيها مسار التكاثف مسار التكاثف قلنا ثلاثة قلنا اثنين إما حجرة أو غيمة ويلسون وحجرة الفقاعات نجي الآن لضديد المادة من أسمى عزيز الطالب ما المقصود بضديد المادة؟ أحسنت رائع جدا أنت مبدع إذن ضديد المادة هو عبارة عن المادة وضديدها مثل مين؟ أعطوني مثل مين؟ أحسنتم مثل الإلكترون وأخذنا في الدرس السابق البوزترون هو نفس الإلكترون لكن شحنته مخاكسة لشحنة الإلكترون إذن من اكتشفها؟ اكتشفها باول ديراك كيف في عام 1920 من الميلادي وجود ضديد الجسيم خاص بكل نوع من الجسيمات وبتسمعون أسماء عجيبة غريبة بس جدا ممتعة وجدا رائعة مثل الإلكترون الموجب اللي نسميه البوزترون وبالتالي طيب إذا أصطدم الحين إحنا درسنا كلنا عن كواشف هذه الجسيمات طيب إذا أصطدم الجسيم مع ضديده ماذا يحدث؟ أكيد أن الحياة كلها فيها عبارة عن جسيمات وهذه الجسيمات موجود الجسيم وموجود الضديد ويتصادمون ممتازين يثني كل منهما الآخر فقط؟ لا يخرج من التصادم هذه طاقة هائلة ننظر إلى الرسم المباشر عندنا إذن هنا عندنا هذا الإلكترون هذا منه؟ هذا الإلكترون شحنته السالبة طيب والضديد منه ممتاز الضديد هو عبارة عن إلكترون شحنته موجبة ماذا حدث بينهم؟ أحسنتم حدث بينهم نقطة التقاء ألا وهو التصادم ماذا أنتج من خلال التصادم؟ أفنى كل واحد منهم الآخر أنتم في الرياضيات لما تأخذون موجب واحد وسالب واحد يعطيك كم؟ أحسنت يعطيك صفر إذن نفس الشيء هنا في الفيزياء إذن رح يفني كل منهم الآخر فقط؟ لا رح يخرج طاقة هائلة منه العشعاع اللي عندنا طاقة هائلة أحسنتم رائعين إذن أشعة الجامعة إذن رح تخرج مع تصادم الجسيم وضديدة أي جسيم يصطدم مع ضديدة رح يفني كل منهم الآخر وبالتالي تخرج لنا طاقة من أشعة الجامعة عندنا تقويم مرحلي يقول لك صف ماذا يحدث عندما يصطدم الإلكترون مع ضديده البوزترون رائع جدا أحسنت ينفي كل منهم الآخر إذن واحد اثنين ينتج طاقة على شكل أشعة الجامعة ممتاز رائعين طيب نبغى نشوف أيضا تقويم مرحلي يقول عندما يصطدم الإلكترون مع ضديده البوزترون ينتج واحد طاقة على شكل جامعة أو بروتونات أو نيترونات أو إلكترونات ها عزيز الطالب أحسنت إذن طاقة على شكل جامعة نجي للجسيمات ما المقصود بالجسيمات ممتاز طبعا أنتم عارفين أساسا أن الذرة مكونة من ماذا؟ مكونة من نواة إذن هذه الذرة إذن هنا توجد بداخلها النواة النواة ماذا يوجد بداخلها؟ ممتاز يوجد نيترون متعادل ويوجد بروتون موجب فقط لا أحسنتم إذن عندنا إلكترونات خارج هذه النواة تدور في مسارات حرة هل هذا اكتفوا فقط بوجود هذه الجسيمات لكل ذرة؟ ممتاز إذن هناك جسيمات لم تكتشف بعد إذن عندنا عملت الدراسات العميقة للإضمحلال الإشاعي على تشويش هذه الصورة أي صورة أن النواة يكون فيها بروتون موجب ونيترون متعادل وتدور حولها أو محاطة بالإلكترونات السالبة وبالتالي طيب عندنا جسيمات أخرى مثل من أحسنتم؟ مثل جسيمات ألفة وأشعة جامة التي تبعث من النواة المشعة طاقات أحادية إذن هنا عندنا ألفة وجامة عندنا طاقتهم إحادية طيب بيتا؟ لا بيتا مختلفة بيتا لها طاقة على مدى واسع إذن هنا نبه هذا العالم بور إلى وجود قال فيه جسم آخر فيه جسم آخر يحمل جزء من الطاقة منه هذا الجسم؟ قالوا الجسم هذا هو عبارة عن نيوترينيو تذكرون معادلات البيتا معادلة البيتا اللي نوقف أو النيترون يضاف له داخل ذرة وهذه الذرة تنتج عنصر بالإضافة العنصر هذا رح يتغير فيه عدد النيترونات البروتونات العدد الذري إذن كم يصبح العدد الذري؟ يزيد العدد الذري بمقدار الواحد فقط لا كان يعطينا أيضا إلكترون وكان يعطينا جسيم إذن هذا الجسيم كنا نسميه ممتازين كنا نسميه نيوترينيو عشان كده هذا نبه بوجود بور إلى هذه المعادلة قال لا ترى فيه جسيم وهذا الجسيم عبارة عن نيوترينيو وتراه متعادل الشحنة إذن كانت شحنة متعادلة صفر صفر ومعناها أنه ما فيه شحنة لا فيه شحنة بس زي زي مين؟ زي النيترون وبالتالي قال النيترون معناه طبعا هي طبعا كلمة إيطالية عبارة عن جسيم صغير متعادل إلا هو من ضديج نيوترينيو ممتاز ويوجد جسيم آخر قال ترى بم بس هذا الجسم الموجود لا ترى فيه جسم آخر من هو الجسم الآخر؟ الجسم الآخر اللي هو الميون طيب هذا ومنه بعد هذا نفس الإلكترون لكن ثقيل إذن هو إلكترون لكن الإلكترون ثقيل هذا منه؟ هذا الجسيم الميون بعد كذا جاء عندنا العالم فيزيائي ياباني يوكاوا وقال وجود جسيم جديد يستطيع حمل القوة النووية خلال الفراغ عندنا جسم يقدر يحمل القوة النووية ثويل في الفراغ تماما كما تحمل الفوتونات القوة الكهرومغناطيسية منه هذا الجسم؟ إذن إحنا رح نسأل يوكاوا ونقول له منه هذا الجسم؟ قلت ترى هذا الجسم اسمه البيون ممتاز إذن هو البيون يحمل قوة نووية تعادل الفوتون في موجات الكهرومغناطيسية إذن هنا نتج عن التجارب التي أجريت على مسارعات الجسيم معرفة المزيد عن جسيمات أخرى وجديدة فبعضها تكون ذات كتلة متوسطة وبعضها يكون ذات كتلة أكبر من كتلة البروتون وبعضها تحمل شحنة موجبة أو سالبة أو لا تحمل شحنة ما بمعناها لا تحمل شحنة أي أنها خالية من الشحنات لا ما عندنا جسيم خالية من الشحنات تكون متعادلة الشحنة وبعضها لها فترة حياة تكون حياتها عشرة السالب ثلاثة وعشرين ثانية جزء مرة صغيرة يعني بسرعة توجد وبسرعة تفنى وبعضها لها فترة حياة غير محدودة إلى ما لا نهاية من عمرها ما ندري كم وهذا هو عبارة عن الجسيمات إذن نجي للنموذج المعياري النموذج المعياري عبارة عن علماء اعتقدوا وجود ثلاث عائلات قالوا فيه ثلاث عائلات من الجسيمات الأولية طيب من هي هذه الجسيمات؟ أول شي صنفوها قالوا الكواركات نجي للكواركات عبارة عن مين؟ عبارة عن بروتون ونيترون وبيونات إذن هذه عائلة مين؟ هذه عائلة الكواركات نجي للعائلة الثانية العائلة الثانية سموها اللبتونات اللبتونات هذه مكونة من ماذا؟ من إلكترون ونيترونيونات نيوترونيونات خلاص؟ والعائلة الثالثة هي عبارة عن حاملات القوة من هي حاملات القوة؟ اللي هي البوزونات طيب نبغى نشوف كل عائلة ماذا تسمى؟ طبعا هذا كله نسميه النموذج المعياري إذن هنا عندنا النموذج المعياري كما ذكرنا تتوزع فيه ثلاث مجموعات لاحظوا هذه وبناخذها بالتفصيل في البروتونات والنيترونات إذن هنا عندك أول عائلة هي عائلة الكواركات جسيمات صغيرة تتكون بروتون ونيترون والبيونات طيب نبغى نشوف عائلة اللبتونات هي عبارة عن جسيمات أيضا صغيرة تكون الإلكترونات والنيترونات طيب منها العائلة الثالثة هي البوزونات اللي ما نسميها حاملات القوة وبفسر لماذا سميت بحاملات القوة هي عبارة عن جسيمات تنقل أو تحمل القوة في المادة عشان كذا سمناها ماذا؟ أحسنتم حاملات القوة لأنها تنقل القوة أو حتى تحمل القوة في هذه المادة طيب نجي للعائلة هذه وناخذها بالتفصيل إذا كان عندك كوارك الكوارك العائلة الأولى اللي هي منه البروتون والنيترون والبيونات طيب إذا كان عندي زوج يعني عندي المادة وعندي ضديد المادة هنا يتغير المصطلح تسمى ميزونا مثل عندنا البيون البيون هو عبارة عن الكوارك وضديدة إذن هنا تسمى الميزونا طيب نجي إذا كان ثلاث كواركات يعني ثلاثة من عائلة الكوارك يتغير هنا المصطلح أيضا ماذا يسمى؟ يسمى الجسيمات مثل بروتونات والنيترونات تسمى الباريونات هنا عندنا الباريونات منه الباريونات إذا كانت ثلاث كواركات طيب إذا كان أربع كواركات إذن هنا إذا كانت أربع كواركات ومع ضديدها يتغير المصطلح ويسمى نبتة كوارك خلاص؟ إذن إذا كان عندنا زوج وضديدة أو عندنا ثلاثة عوائم من الكوارك أو عندنا أربعة أزواج من الكوارك وضديدها نجي إذا كانت طيب عندها ستة إذا كانت عندنا ستة من الكواركات وستة لبتونات طبعاً هذه تسمى مين؟ ما تسمى إلا حاملات القوة اللي هي البوزونات لماذا سميت حاملات القوة؟ لأنها تحمل القوة في المادة أو تنقل القوة في المادة طيب نجي هنا التقويم مرحلي يقول لك أكمل الفراغات بما يناسبها من الكلمات فراغ يقول لك فراغ تشكل المادة من اللي تشكل المادة؟ ها من هي؟ ممتازين الكواركات فقط؟ لا واللبتونات أحسنتم بينما فراغ جسيمات تنقل القوة من هي اللي تنقل القوة؟ أحسنتم رائعين حاملات القوة فمثلاً فراغ القوة الكهرومغناطيسية من هي؟ أحسنتم اللي هي عبارة عن الفوتونات أي كلمة كفيها كهرومغناطيسية ذي عبارة عن جسيمات الفوتونات طيب تحمل فراغ القوة النووية القوية من هي اللي تحمل قوة نووية قوية؟ أحسنتم عندنا الجالونات الثمانية وباشرحها بعد قليل طيب الجالونات الثمانية تحمل أفواً تحمل قوة قوية تربط فراغ في فراغ إذن هي تربط بين اثنين منهم أحسنتم تربط بين الكواركات في الباريونات والميزونات رائعين أما من هي الضعيفة أحسنتم جالونات والبوزونات الثلاثة هي عبارة عن ضعيفة فهي متضمنة في ماذا؟ رائعين أحسنتم في إشعاع بيتا طيب إذا كانت متضمنة في إشعاع بيتا فراغ اسم يطلق على فراغ الذي لم يكتشف حتى الآن إذن هنا الجرافيت الجرافيت اسم يطلق على من؟ أحسنتم على حاملة قوة الجاذبية الأرضية وطبعا لحد الآن ما اكتشفوا له جسيم إذن هنا عندنا هذه الصورة هذه الصورة بناخذها بتفصيل أكثر في الدرس القادم لكن لازم أعطيكم نبذة مختصرة عنها هنا عندنا النموذج المعياري النموذج المعياري يتكون عندك من جسيمات الجسيمات هذه مكتوب فيها يو حرف اليو يعني أب يو يعني أب فوق ودي يعني داون خلاص داون كل نموذج من هذه الصور يكون له ضديد إذا رقيت كلمة يو الحرف اليو معناها أنه أب طيب كم قيمته هذا الأب؟ قيمته موجة بثنين على ثلاثة خلاص إذن قيمته اثنين على ثلاثة إذا شفت كلمة داون دي إذن الداون قيمته سالب واحد على ثلاثة بما أنه بالداون إذن بإشارة سالبة خلاص نتخيل المحور الصادي يكون موجة وسالب إذا كان أب إذن موجة إذا كان داون معناها سالب طيب كم قيمته؟ إذن كل يو يكون قيمته ثلاثة على اثنين وكل دي قيمته ثلث واحد على ثلاثة طبعا هذا التركيب اللي هو البروتون نجي هنا نبغى نشوف صورة أوضح بالكتاب هنا عندك صورة الأوضح بالكتاب أعطانا هذا لعائلة الكواركات الكواركات فيها طبعا علوي وفيها سفلي وفيها مجموعة من الجسيمات الأخرى نبدأ نحسبها في الحصة القادمة لكن أبغاكم تعرفون الآن أن العائلات الكواركات اللي باللون البرتقالي وباللون الأخضر هي الليبتونات إذن هنا وباللون الأزرق هي حاملات القوة إذن كل حاملات قوة وكل يو يعني أب إذا موجب دي يعني داون بالسالم إذا كانت أب حرف اليو إذن قيمته ثلاثة إذا كانت دي معناها قيمته ثلث لأن في الدرس الجاي بإذن الله بإذن الله البروتونات والنيترونات نبدأ نحسب العمليات الحسابية كم كل نواة بداخلها من جسيم وبذلك وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نعطينا ملخص درس اليوم تعرفنا على طرق الكشف عن الجسيمات إما بالطرق الثلاث أحدهما الفيلم الكاشف أو التأيون أو تألق الفوتون أيضا أخذنا الأجهزة الكشف عن هذه الجسيمات هي عداد قايقر مسارات التكاثف والكاشف التصادمي طيب مسارات التكاثف قلنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام اللي هي غيمة وولسون أو حجرة الفقاعة أو حجرات سلك تشبه أنابيب قايقر طيب أخذنا أيضا الجسيمات النووية الجسيمات النووية عندنا كثير منها ضديد المادة جسيم له كتلة نفسها وشحنة معاكسة وأخذنا أنتو نيوترنيو جسيم متعادل غير مرئي يسمى بجسيم الشبح أنتو نيوترنيو يسمى بجسيم الشبح لأنه غير مرئي ينبعد طبعا مع أضمح لالبيتا أخذنا الميون هو عبارة عن جسيم في النواة يعرف على أنه إلكترون ثقيل وأخذنا البيون نوع جديد من المادة لم يكن معروفا في النواة وأخذنا الجسيمات المتعددة هي ذات كتل وفترات حياة مختلفة كذلك أخذنا نموذج الكوارك يصف نيكلونات سواء كان بروتون والنيترون ووصفه بالعائلة الكواركات وقلنا أنه ينقسم إلى عدة عوائل عندنا مهمة آدائية سؤال 42 صفحة 215 يقول لك ابحث في محددات النموذج المعياري والبدائل المهتملة إذا أبغاكم تبحثون ونحلها بإذن الله تعالى في الحصة القادمة وبذلك أعزائي الطلاب وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل لقاء بكم غدا في درس جدا رائع بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر